سلام عليكم أهلا وسهلا يا مرحبا إن شاء الله دايما تكونون بخير وصحة وعافية وسعادة وجمال في هذه الدنيا كلها يا رب العالمين وعسى الله يسعدكم في الدنيا والآخر دايما أحب أبلش الحلقة بهذا الدعاء الجميل بحيث أنه يعني ممكن مرة ملك يقول وجب وكلنا نكون سعداء بإذن الرحمن جميل لما نسمع عن قصص أحد الصحابة ونزلت فيهم بعض الآيات وهذه الآيات تحدثت عنهم فأقول لكم بالتفصيل لكن عطتهم دافع جدا جميل في هذه الحياة كعب المالك يقول لنا هذه القصة اللي حصلت له في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قام يعد الجيش لأحد الغزوات وحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يخفي مقصده من الغزوة ولكن في هذه الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترى الطريج راح يكون جدا طويل والجو راح يكون جدا حار ولأن في ناس توهم داشرين الإسلام في هذه الغزوة اللي هي غزوة تبوك اليابو يروحوا لها فيقول لك يا عب المالك أول ما كنت بالإسلام ما في يوم يعني إلا وانا فيه أقوى من هذا اليوم يعني أنا اليوم أقوى إنسان موجود في كل الغزوات اللي راحت وما كان فيه أيسر مني في هذه الغزوة كان قوي وميسور الحال وعنده راحلة وثنتين بعد عنده كل شيك عب المالك رضي الله عنه يعني كان مستعد للغزوة أكثر من أي أحد من الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الحشود حتى من خارج المدينة حتى تجمع حجد كبير جدا من الناس آلاف مؤلفة جاءوا لنصرة الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم الناس كلها استعدت وكعب المالك يشوف الكل جاهز اللهوة اللهوة ما استعد ولا عد عدته يقول كعب المالك رضي الله عنه طابت الثمار وطابت الظلال الجو حار وأنا أشوف الظلال عندي في البيت وأشوف الظلال عندنا في المدينة وأشوف الثمار اللي عندي في البيت والبساتين اللي عندي والنبي كان يتجهز والمسلمون يتجهزون وكل يوم كعب المالك أجي ويقول باتر أنا راح أتجهز أنا قادر على كل شيء كل شيء عندي وباتر يجر معاه باتر وتمر الأيام حتى عزم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على الخروج للغزوة وكعب المالك شنو حاله؟ ما تجهز بعد راح يبي يجهز نفسه؟ ما قدر شاف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يمشون للغزوة وأنا كنت خلفت عنهم ولما وصلوا تبوق قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ومن كعب؟ ما فعل كعب؟ فقال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حبسه برداه والنظر إلى أطفيه يعني الدنيا خذته يا رسول الله فرد معاذ بن جبل رضي الله عنه وهني تبين لنا مرؤة معاذ بن جبل بأنه وما يضع أن أخوه ذكره بسوء أو يعني يتحوشه الغيبة فقال معاذ لذلك الرجل بئس ما قلت بالله يا رسول الله ما علمنا بكعب إلا خيرا وبعد مدة يقول كعب عرفنا في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم راد من الغزوة وياي المدينة يقول كعب أحيانا ما ديني شو نسوي ما ديني شو الدبره شنو بقول حق النبي صلى الله عليه وسلم أكيد لما ييني رح يسألني أنت شو اللي سويت ليش تخلفت أنا مع المنافقين قاعد بس أنا مانيه منافق فيقول كعب بن مالك هل أكون صادق معاه وأقول له الصج ولا أكذب وخلاص وأمش الدنيا بس إذا أنا تشدفت عليه يكون حالي من حال المنافقين اللي يتخلفون يقولون أعذار كاذبة يقول كعب بس أنا ما بيأكون مثلهم ما بيأكون منافق فعزمت بني أقول الحقيقة وأقول الصج يقول كعب بن مالك جاءنا الصباح ويد بن نبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قادمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يرجع من السفر ما يروح لبيته على طول لا ما يروح يقول أنا تعبان بروح لبيت لا كان على طول يروح إلى المسجد ويصلي فيه ركعتين ويجلس وما يروح لبيت يجلس في المسجد ليش يجلس في المسجد لأن الناس الحين راح يجون للنبي صلى الله عليه وسلم والمنافقين الحين بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقصون أعذارهم كلها طبعا كل واحد منهم اختلق له قصة كاذبة ويقولها للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي طبعا يعرف أنهم هم كذابين ومنافقين لكن دائما يستغفر الله لهم فوق السبعين شخص من المنافقين اللي هم تخلفوا عن الغزوة دشوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول أشغلتني أموالي وأهلي وذاك يقول أنا ميت عشان الفتنة وغيرها من الأكاذيب والأعذار والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم يقول كعب كنت واقف مع الطابور ولما جاء دوري دخلت وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقلت السلام عليك يا رسول الله فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلي فتبسم تبسم إلي تبسم المغضب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال حق كعب تعال يا كعب ادنوا مني يا كعب مشه كعب بن مالك للنبي وجلس بينيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب ما خلفك يا كعب يا كعب ما خلفك عنه ألم تكن قد بتعت ظهرك يعني أنت ممكن جاهز ليش تخلفت فقال كعب للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا نبي الله لو أني جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنني سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا لكني والله لقد علمت شوفوا صدق كعب بن مالك هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت لو أني حددتك اليوم حديث كذب ترضى به علي فالله سيكون قد سخط علي ويسخطك علي فقال كعب والله يا رسول الله ما كان لي عذر والله يا رسول الله ما كنت قد أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك يعني هذه الغزوة كنت أكثر غزوة جاهز لها من قوة ومال وكل شيء ومع هذا كله تخلفت بدون أي عذر شفته صدق كعب بن مالك رضي الله عنه العذر ما في عذر لا يعني مو بس هو ما في عذر كانت أكثر غزوة جاهز لها ومع هذا ما خرجت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا جدام كل الصحابة قال أما هذا فقد صدق أما هذا فقد صدق قم حتى يقضي الله فيك قال للصحابة هذا غير هذا كعب بن مالك صاج معاي قال الصج وما شدب مثل الباج وما كان منافق قم وخل الله سبحانه وتعالى يحكم فيك أنا ما أقدر أحكم لك الآن انتظر حكم الله سبحانه وتعالى عليك يقول كعب بن مالك قمت وخرجت من النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيه رجال من أبي سلم من قوم أبي سلم فقالوا لا يا كعب انت شو سويت يا كعب انت شو اللي قلت له شو اللي سويت لو انك انت قلت اي قصة لو انك انت شدفت اي تشذبة لو انك انت قلت اي شيء ألفت عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعذرك واساسا النبي صلى الله عليه وسلم راح يستغفرك ويستغفرلك مثل ما استغفر حق غيرك فقال لهم كعب بن مالك أنا بسألكم سؤال قال حق الرجال اللي كانوا ببرة قال لهم هل كان في أحد مثل حالتي هل كان في أحد ممن المنافقين صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الحقيقة فقال له لا نعم فيه فيه اثنين اثنين من الناس قالوا تقيقة مثل ما أنت قلت طيب قال لهم منهما؟ علموني أبعرفهم فقالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية ولما قالوا لي أن في أحد غيري قلت خلاص حانا قلت الصج والله سبحانه وتعالى رح يحكم فيني وخلاص يقول مشيت فاجأوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحكم علي وعلى الأثنين لنفس حالتي لتخلفه وما كان عندهم عذر وقالوا الصج حق النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مرارة وهلال طيب شون الحكم؟ حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم الله سبحانه وتعالى بأن ما في أي أحد في المدينة يكلم هذولي الثلاثة نهائيا لا تكلمونهم أبدا لا رد سلام ولا تشمية عاطس كانهم ما يعيشون بيننا أساسا كانهم هوى مو موجودين أبدا هلال ومرارة كانوا يكبار في السن يقعدوا في بيوتهم وراحوا ويبتون في بيوتهم يقول كعب المالكة ما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج وأشهد الصلاة وأروح الأسواق كان تبارك الرحمن شاب وكان يطلع وايد وروح الأسواق وكان يسولف مع الصحابة لكن الآن هذا الشاب القوي كان يمشي في كل مكان لكن ما أحد يكلمه يروح الأسواق لكن ما أحد يسولف معه يسلم على الناس وما أحد يرد عليه أصاب كعب المالك الهم والغم وطال فيه الأمر أربعين يوم والطريق موحش السوق موحش الدنيا كلها صارت موحشة وأضلمت في وجه كعب المالك وضاقت عليه الأرض بما رحبت صعد الفجر إلى سطح بيته وجلس يتأمل في السماء ويتفكر في هذا الكون من اللي بيقالك يا كعب ماكو أحد كل فارقك كل جفاك ما معاك إلا الله سبحانه وتعالى كعب في بيته يبجي وهلال ومرارة في بيتهم يبجون في بيوتهم مر خمسين يوم فجأ في سكون الفجر وهدوءه والناس توهم خاصين من صلاة الفجر شوي ولا تي هذه المفاجأة ولا شخص يصرخ من بعيد يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك أبشر يقول كعب بن مالك بس سمعت كلمة أبشر فخرز الله ساجدا وعلمت أن الفرج قد جاء وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه شاف كعب بن مالك كلهم طالعين من المسجد فرحانين يأيين لكعب فقالوا لكعب روح المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم محمد ينطرك في المسجد أسرع كعب بن مالك المسجد ودخل إلى المسجد وللنبي جالس في المسجد يقول كعب بن مالك دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت وانظرت إلى وجهه الجميل من خمسين يوم النبي صلى الله عليه وسلم ما شافني ولا حط عينه بعين من خمسين يوم وانا محروم من محادثته نظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم ويقول له أبشر يا كعب أبشر يا كعب بخير يوم مرة عليك منذ ولدتك أمك فقال كعب بن مالك الرسول أمن عندك يا رسول الله هذا الخير من عندك ولا من عند الله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا بل من عند الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا من فرحة كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم راح أتصدق بكل ما أملك لله سبحانه وتعالى كل فلوسي راح أتصدقها حق الله سبحانه وتعالى وحق الفقارة والمساكين لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك مالك أمسك نصفه وتبرع بالنصف الثاني هذا كعب المالك تبارك الرحمن بعد ما حاشته هذا الابتلاءات وحاشته هذه المصائب وخمسين يوم من الهم والحزن والغم يا لهذا الفرج بعد الصبر العجيب اللي يصبره كعب المالك رضي الله عنه مو بس هو حتى الناس اللي كانوا معاه الصادقين يا لهم الفرج من الله سبحانه وتعالى فعشان شذي دايما حتى لو كنت أنت يعني تبي تقول الصج وهذا الصج ممكن أنه يزعل الناس اللي حولك ويغضبون عليك تأكد أنهم يكون يغضبون يوم يومين ثلاثة شهر شهرين لكن بالأخير الله سبحانه وتعالى رح يبين لهم الحقيقة وحقيقتك بالضبط أمية بالأمية فعشان شذي دايما خلونا نكون مثل كعب المالك دايما نقول الصج وأبدا ما نحاول اللف وندور ونكون من المنافقين هذه قصتنا لليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن دايما يمنع علينا بالجمال والعطاء والرحمة بإذن الرحمن شوكم على خير في قصص ثانية جميلة ومفيدة ومع أفطال ثانين نستودعكم الله في أمان الله اشتركوا في القناة